السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أصول الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إليه من دين أما بعد فهذه الحلقة مخصصة للحديث عن أصول الإيمان الإيمان تلك الحقيقة الكبرى التي جاءت جميع الرسل داعية إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فقال آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطل خمسة من المغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفد إليه هؤلاء أمرهم بالإيمان ثم بيّن لهم الإيمان بمفهومه الشامل لكل ما جاء به من الهدايات المتعلقة بأعمال القلوب والمتصلة بأعمال الجوارح فالإيمان اسمه نطلق على كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه دوي القربة واليتامة والمساكين إلى آخر الآية فذكر الله تعالى البر وعرفه بالإيمان وبخصال صالح الأعمال فالإيمان ليس محدودا بعمل ظاهر أو باطن بل عندما يطلق الإيمان فينه يشمل كل خصال الإسلام يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي ورأة رضي الله تعالى عنه أنه قال الإيمان بضعون وسبعون شعبة أي ما يزيد على السبعين من الخصال أعلاها قول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله قول باللسان وتصديق بالجنان تصديق بالقلب تصديق بالفؤاد فليست قول لسان مجردا عن إيمان القلب ويقينه وتصديقه وإقراره فذلك عملا قول لسان يترجم عما أكنه القلب وحواه الجنان أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها أي أقل مراتبها وليس في الإيمان دني إماطة الأذى عن الطريق إزالة الأذى وهو كل ما يتأذى به الناس كل ما يتأذى به الناس من مخلفات من قذرات من عواثر تأثرهم في سيرهم إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن طريق حقيقته مركب من شيئين قصد في القلب وهو النية ومباشرة بالجوارح وهو العمل فهو يزيل هذا الأذى رغبة فيما عند الله ولهذا ذاك الرجل الذي وجد غصنا في طريق المسلمين فنحاه قال لألا يؤذي المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة أو غفر ذنبه هذا الفضل وهذا العطاء العظيم الجزيل على هذه الخصلة وهي أدنى خصال الإيمان لكنها تضمنت عمل الجوارح والرغبة فيما عند الله بقصد الإحسان إلى الخلق لأن لا يؤذي المسلمين والحياء شعبة من الإيمان الحياة عمل قلبي لكنه ينعكس على الجوارح بأن يكفها عن الرذائل عن السوء الشر وبه يتبين أن الإيمان حقيقته عمل قلبي عمل جوارحي عمل قولي فهو يشمل لكل هذا مما يندرج في الإيمان لكن الإيمان عندما يذكر معه الإسلام هنا يأتي التمايوز بأن الإسلام يتعلق بأعمال الظاهر والإيمان يتصل بأعمال الباطن فهما دائرتان إذا أطلقت الإسلام شمل الإيمان فالمسلمون هم المؤمنون فكل نداء للمسلمين هو نداء للمؤمنين كذلك كل نداء لأهل الإيمان هو نداء لأهل الإسلام لكن عندما يذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد في نص واحد فإن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة أعمال القلوب لهذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر في خبر عمر عن الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رمضان وحج البيت خمسة أركان قال أخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ستة أركان لكن ما الفارق بين هذه وهذه هذه كلها إسلام وإيمان عندما تقول إسلام فأنت تتكلم عن أركان الإسلام وعن أعمال القلوب التي هي أصول الإيمان لكن عندما تذكر الإسلام والإيمان فالإسلام يتعلق بأعمال الجوارح والإيمان يتعلق بأعمال القلوب لأن الإيمان حقيقته وجماعه خضوع القلب وإقراره بما جاءت به الرسل وبما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جماع الإيمان خضوع وإقرار خضوع القلب وانقياده وإقراره وذله لما أخبرت به الرسل من الأخبار التي تقتضي التصديق والإثبات والإقرار لجميع ما جاءت به الأخبار عن سيد الوراء صلى الله عليه وسلم إذن الإيمان هو عمل قلبي جماعه الخضوع والإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم الإقرار بما أخبر به في الكتاب وبما أخبرت به الأحاديث في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الأخوة والأخوات الإيمان جنة الدنيا فمن لا إيمان له لا سعادة له ومن لا إيمان له لا نجات له لذلك يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون فلا فلحا لغيرهم والإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه فإذا تطرق للإيمان يشكنا وريب زال الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا فاحذر أن يدب إلى قلبك شيء من الشك في خبر الله فخبر الله صدق لا ينطق لا يأتي عنه جل في علاه إلا ما هو حق وما أخبر به الرسول فأهم به وصدق فقد قال ربك في وصف رسوله والنجم إذا هوى ما ظل صاحبك وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحة ما هو إلا وحي نوحة أوحاه الله تعالى إليه فإذا جاءت الخبر عن الله أو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل آمنت بالله وصدقت وأيقنت وأعلم أن كل إيمان يزداد به يقينك وترتفع به درجتك فالإيمان يزيد بمزيد الإقرار كما أنه يزيد بصالح الأعمال ولذلك يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذك الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهذا يدلع أن الإيمان يزيد زيادته بالتصديق وزيادته بالعمل الصالح وينقص بالإخلال بما أمر الله تعالى به فإنه ينقص بكل معصية إيماننا قول وصدق وعمل قول اللساء وصدق القلب وعمل الجوارح يزيد بالتقوى أي بالطاعات وترك المنكرات وينقص بالزلل أي ينقص بالمعصية سواء كانت ترك واجب أو فعلا محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن هذا كله يبين أن المعاصي تتنافى مع كمال الإيمان الواجب وكل معصية تنقص من إيمانك كما أن كل طاعة سواء كانت واجبة أو مستحبة تزيد في إيمانك تزيد إيمانك من الطاعات وتوقع نقصه باجتناب السهيئات وأبشروا فالمؤمنون لهم سعادة الدنيا وفوز الآخرة إنهم عباد الرحمن إنهم عباد الله إنهم أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم أحزن اللهم أجعلنا من عبادك المتقن وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم وأصغل أستودعكم الله الذي لا تغيب وجائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته